نروح مع حضرتكم للقاء خاص أجراء زميلنا عبدالله بركات موفد التلفزيون المصري في السعودية مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالرزيز الشيخ حول نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج هذا العام كعادتها دائما تضع المملكة العربية السعودية كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وهو ما بدى واضحا عن النجاح الكبير الذي حققه موسم حج هذا العام 1444 هجرية 2023 ميلادية كافة قطاعات المملكة العربية السعودية سخرت إمكانيتها ومن ضمن المكون الرئيسي لحج هذا العام هي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تقوم بدور توعوي كبير بين ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة اختصنا معالي الدكتور الشيخ عبداللطيب بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدعوة أو وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد بالمملكة العربية السعودية بهذا اللقاء الحصري لبرنامج التاسعة بتلفزيون المصري نرحب بسياتك مع الوزير حيك بالله أهلا وسهلا بسعادتك بالقناة والسادة والسيدات المشاهدين يعني قبل أن تترك عن مصر الحج والحديث عنه والنجاح الذي تحقق خلال هذا الموسم حضرتك دائما ما تتحدث عن مصر بحب وصدق فأنا أوزى أبدأ بالرسالة دي الأول المصر اللي ما يحب مصر ولا يحب المصريين ما عنده ذائقة المحبة نحن نحبهم أولا لله ولا ما نشاهده في الشعب المصري من مرؤة وأخلاق وسمت وأيضا ما نشاهده منهم من علم ومعرفة يعني مصر مهد الحضارات يعني ما يراهن عليها وبالنسبة لنا مصر هو وطننا الثاني والإخوة المصريين في المملكة أخواننا وزملانا وأصدقانا كذلك الإخوة في مصر الذي ينتعامل معهم ونشاهدهم نجدهم أنموذج يعني مجسم للأخلاق الكريمة والسمت والأدب وتجد فيهم المرؤة وهذا لا يستغرب أولا أننا وإياهم مسلمون ثانيا نحن وإياهم عرب ثالثا المشاعر الطيبة تجربك حتى ولو لغير الإنسان فمفارك في أناس قامات في التاريخ وقامات في العلم والأدب والمعرفة وشعب الشكور الحقاج المصريين إنهم خصوصية شوية في السعودية الحقاج المصريين كده بحس أن فيه طبعا مريحي جدا والكمال لله طبعا يعني كل واحد حتى السعوديين فيهم يعني وفي كل الشعوب لكن أن ناخد الجانب الأغلب الغالب والمتميز والظاهر هو أن الحجاج المصريين يعني راقين منظمين جاءوا فعلا لعبادة الله سبحانه وتعالى التزام فيه التزام بالمناسك التزام بالإرشادات الموجودة اللي بتحجي المملكة أشوف الكثافات والكثرة الناس تحدث بلبلة شوي ولكن مثلهم مثل كثير من الحجاج إلا أنهم يمتازون أنهم يعتقدون أنهم من أبناء الوطن الجزء الخاص هي عودة الحج بالساعة الكاملة ما بعد كورونا يعني السنة الفاتت كانت الأمور يعني لعدد أقل العام هذا هو عودة ساعة كاملة لما بعد كورونا المملكة العربية السعودية وضعت كل الإمكانات في هذا المجال ماذا قدمت وزارة أشهر الإسلامية والدعوة والإرشاد بها المملكة العربية السعودية من جانب توعوي للحجاجة كلا الأداء المناسك أولا قدمت الوزارة بمسؤولة عن أمور كثيرة تعنى بالحجاج ومن همها مثلا المواقيت فقامت الوزارة بتجهيز المواقيت تجهيز كامل وتجديدها وترميم ما يحتاج لصيانة وتجهيز التجهيز كامل إلى درجة التعقيم المستمر على مدار الساعة كذلك قامت الوزارة بتهيئة المساجد في المشاعر دفعت عليها مبالغ كبيرة جدا جدا على الصيانة والفرش يعني مثلا مسجد نمرة الذي يستوعب أكثر من 150 ألف مصلي تم فرشه بالكامل بالسجاد الفاخر وتم تكييفه بالكامل وصيانة ما يحتاج إلى صيانة أيضا في مشروع جبار تم والله الحمد في المساجد الكبرى اللي بتابع المشاعر اللي هو مثل مسجد نمرة مثل مسجد الخيف مثل المساجد الأخرى في منقيات الهواء كان نو المكيف يعمل ولكن في نفس المكان الآن يعني شركة عالمية كبرى تعاوننا معها وتعاملنا معها وجدت حلول وقامت بصناعة أجهزة ومسارب خاصة لهواء تجدد الهواء أكثر من مرتين في الساعة الواحدة كان أول مسجد يغلق ويكون الهواء فيه يعني غير متحرك نسبة بسيطة الآن خلال الساعة أكثر مرتين تطرع آلاف الأمتار مكعبة بل عشرات الآلاف من أمتار مكعبة في لحظة ويعود مديرا عنها هواء صافي والصفايات منقى من كل ما يعني يضرب الحجاج اللفت بقى اعتمقوا على التكنولوجيا الحديثة فيما تعلق بالإفتاء الإلكتروني يعني أنا وأنا بتمشى في المشاعر المقدسة بلاقي حجاج بوقفين على أجهزة معينة ايه مدى التواصل؟ بصوت وصورة نعم تعرف رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التحول إلى التقنية بكل أنواعها والعمل على استفادة من الرقمنة و جميع الوسائل الحديثة و منها ما ذكرت من أجهزة الاستفسار والإجابة وجهه أمام وجهه المستفتي يتكلم و المفتي يسمعه و يراه و يفتيه أيضا الهاتف المجاني الذي تم وضعها السنة أكثر من 200 خط هاتفي عليها مجموعة من العلماء مثل ما ذكرت لكم أكثر من 1300 عالم تناوبون و يتواجدون في الماكن التي تواجد بها الحجاج و يجبون على أسئلتهم من خلال الرد الآلي أيضا أكثر من 93 لغة موجود مترجمين يترجمون للسائل و يترجمون للسائل المفتي أو الداعية ما يحصل بينهم أكثر من 93 لغة الله الحمد إلى جانب الأكشاك التقليدية اللي موجود فيها إلى جانب الأكشاك هذا الموجودين في الكبائن موجودين في الكبائن عندنا كل إطار بين فيهم تجد مكان و فيهم مترجمين مجرد ما الشيخ يعرف لغة مثلا اللغة الروسية أو اللغة الصينية أو كذا يؤشر في ثاني يكون جنبه يعني بنفس القاعة نتطرق بقى للجانب الخاص بيدنامج خادم الحرامين الشريفين أو ضيف خادم الحرامين الشريفين الهدف منه إيه؟ والاختيار بيتم على الأساس إيه؟ وهل هذا العام الممثلين عن كم دولة؟ الهدف أولا منه إشعار المسلمين أن المسلمين كلهم لا يتفرق و إنهم وحدة واحدة و هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لمولاي خادم الحرامين الشريفين حفظه الله الذي تعامل مع المسلمين كأخوة في جميع مناطق الدنيا و في كل مكان في العالم فيتم اختيار الحجاج من هذه الدول مثل كل دولة حسب عدد سكانها و عدد وإمكاناتها و كذا يختار مجموعة منهم ليمثلون هذه الهدية تمثل هدية من مولاي خادم الحرامين الشريفين إلى كل دولة و كل شعب يأتي منها حاج على ضيافة خادم الحرامين الشريفين هي رمزية أكيد هي هدية عظيمة للمسلمين و بقابل له هدية أعظم أن أنت مستعدين طبعا للمغادرة الحجاج و المنافذ البرية و البحرية و الجوية بتدوم برضو هدية المصحف الشريف مستعدين لها تماما مستعدين و في كل مكان في كل المنافذ المملكة سواء البرية أو البحرية أو الجوية نغلقكم معالي الوزير دكتور عبداللطيف عبدالعزيز الشيخ وزير أشهر الإسلامية و الدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية على هذا النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في موسم حج هذا العام كان هذا لقاء خاص وحصري لي أتسع مساءً مع معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ وزير أشهر الإسلامية و الدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية من داخل أحد أماكن الإقامة بمكة المقرمة شكرا جزيلا لكم